الرعاة طبعا كان عندهم خدمتين وفيها رمز عظيم جدا من خلال ولادة يسوع الأول الرعاة أحبائي هم اللي بيرعوا الأغنام والكتاب المقدس بيتكلم عن رعاة كثيرون بيتكلم عن هابيل كان راعي للغنم وبيتكلم عن أبونا إبراهيم إسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب الكتاب يتكلم عن موسى كليم الله كمان كان يرعى أغنام حميه يثرون عند مديان في صحراء سينة وهكذا أحبائي داود كان راعي للغنم وعامس كان راعي ودائما بتكلم العهد القديم على الرعاة في حسقيال 34 ألا يرعى الرعاة الغنم وهكذا بتلاقي دايما دينون على الرعاة بسبب إهمالهم للخراف والغنم أو من ناحية أخرى بتلاقي مدح للرعاة اللي بيهتموا بالخراف والغنم والشيء الجميل أنه الرب يسوع المسيح شبه نفسه قائلا أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف فهو الراعي وهو رئيس الرعاة أيضا لكن ناحية تاني هذه الأغنام كانوا بيجهزوها لخدمات الهيكل مثل ما بتعرفوا أحبائي كتير من الناس اللي كانوا يسافروا من كل أنحاء العالم ما بيسافروا مع الخراف والأغنام قبل ما يصلوا إلى أورشاليم كانوا بيشتروا هذه الخراف أو الأغنام لأنه لازم تكون بلعب ومجهزة بالكامل حتى تكون ذبائح في الهيكل ونحن نعرف أن ذبيح الأعظم هو الرب يسوع أو كما قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فالمسيح هو الراعي الصالح والمسيح أيضا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم فجاء المسيح ليضحي بنفسه لأنه مكتوب ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين وكما قال أيضا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه سمعوا البشارة الرعاة وتركوا بيت صحور حقل الرعاة ومكتوب أسرعوا ذهبوا مسرعين ليعلموا الأمر من الرب في بيت لحم وهناك أحبائي وصلوا ورأوا الطفل مقمط مضجع في المذود وكان عندهم فرح غامر فرح عظيم إذ الرب شرفهم وعطاهم الامتياز أن يكونوا أول شهود لهذا الطفل الملك يسوع المسيح وكان في تلك الكرة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فهنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود فلما رأوه أخباروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة